بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بمهداء اتكلمنا قبل كده في سلسلة حلقات توافق وسعادة عن التعافي من فقد شريك الحياة احنا ليه بنتكلم في موضوع زي ده اتكلمنا في موضوع زي ده لان دوت بيبقى اثره في الحقيقة اثر صعب جدا جدا على الاسر بس احنا بنتكلم على توافق وسعادة كمان هنتكلم عن حاجة تانية والزوجين لسه موجودين فالاسبوع ده هنتكلم عن موضوع ما يقلش اهمية بل انا في تقدير الشخصي انا ليه بقول في تقدير الشخصي لان انا ما عنديش ريسيرش ما عنديش بحس يقول ده لكن انا في تقدير الشخصي في دراسات التي تتعلق بالتعافي بعد الصدمات ان ده ممكن يكون اشد اهمية من مسألة فقد شريك الحياة اللي هو ايه؟ اللي هو التعافي من فقد الابناء فقد احد الابناء بيبقى ابتلاء شديد في الحياة ابتلاء شديد محدش يقدر ينكره ولذلك صلى الله عليه وآله 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 و� فيقول ماذا قال عبدي فيقول حمدك واسترجع يعني قال إنا لله وإنا إليه الراجعون فيقول ابن لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد لولا إن المسألة دي مسألة محتاجة عناية ما كانش أسرع الرحمة للعالمين بمواساة من فقد ولده طب إيه المسافة اللي بيننا وبين الحديث ده الحديث ده في روعة إن العبد إيه اللي حصل حمد واستغفر الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواء أدي الحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون أدي الاسترجاع فيه التراب أطلق عليه أطلق عليه علم النفس التراب الحزن المعقد حزن كده أنا بسميه الحزن الأسود حزن كده صعب قوي اللي بعض سماته ممكن توصل إن الإنسان إنه يتلزز بالحزن ويستمر فيه إلى الأبد ويتعلق بالماضي ومالوش دعوة بالمستقبل ويحاول يسترد من فقده الحزن ممكن يدمر حياة إنسان وممكن يخليه يفقد حلمه ومستقبله وحياته وإعلاقاته أنا أفتكر إن أنا لما شفت الحزن ده وسمحوا لي في جرايبنا وهو حزن ساعات بيبقى في الستات أكتر أنا شفت زوجة من أرايبنا بتلبس كل سيابها أسود لمدة أنا لسه فاكرها خمسة وعشرين سنة ولسه بنفس الحزن بيساعد فقد ابنها في اللحظة دي فنلاقي مثلاً الزوجة تشعر بفجوة بينها وبين زوجها بعد وفاة الإبن باعتبار إن أسرته من هارت وكأن الإبن ده كان هو كل الأسرة هو أساس الأسرة فمع فاته يبقى الأسرة خراس انتهت وما فيش داعي لإننا نكمل مع بعض معقولة آه 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 بيصل بالناس كده وقد يصل الأمر في بعض الحالات إن أحد الزوجين يبقى مش قادر يشوف شريك حياته لإنه بيفكروا دايماً بابنه أو ببنته اللي توف وساعات الزوجة تقول لزوجها مثلاً كل ما بشوف جوزي بشوف فيه ابني وقد تحتاج الأسرة للانتقال من مكان سكنهم في بعض الأحيين لمكان تاني ما يكونش ابنهم أو بنتهم عاشوا معاهم فيه عشان نقدر نخرج من كل هذا الحزن الأسو عشان في بعض الأحيين بيقولوا إحنا شايفينهم معنا في البيت مش شايفينهم بمعنى إن إحنا بنفكر أو بنتخيل لا أم بيقوموا شايفينهم شايفينهم بدرجة إنهم بيقوموا يحضنوهم ويقوموا يلمسوهم وبعض الزوجات والأزواج بيقولوا أنا دوري خلص في الجوازة دي أو حتى في الحياة بعد وفاة ابني طب بعض الناس يقول لي طب إنت ليه بتتكلم بحاجة دي حاجة دي بخاصة ببعض الناس أنا آسف يعني ده بتحصل مش بس بفاقد الأولاد بس إحنا نهارده تكرمنا بفاقد الأولاد عشان هتبقى لمسة أوي لكن بتحصل في حيات كتيرة ويحسوا إنه كونهم ما زالوا على قيد الحياة تخيل دي جريمة في حق أمتهم أو أبوتهم لإن كان المفروض الأولاد هم اللي يعيشوا ومش الأباء والأمهات فإحنا كده عايشين في الوقت الغلط كان هو إحنا المفروض إحنا اللي نروح هو أمه اللي يفضله ويفضل حاسس بجلد للذات وأزل نفسه إنه هو عايش وابنه مات أو هي عايشة وابنها مات أو بنتها ماتت والمسألة دي بتحصل بشكل كبير قوي عند وفاة الأولاد متأثرين بمرض صعب أو في حدثة وقتها آه بيحصل بقى المحذور محذور الكبير وكل اللي فات ده مش محذور لا اللي جاي بقى أصعب لأن ساعتها الزوجين بيتبادلوا الاتهامات بالتخصير في دورهم كأب وكأم فتقول الزوجة لزوجة لو كان ابنك فارق معاك كنت اشتغلت بإيدك واسنانك عشان تلقنوا مستشفى كبيرة أو تصفروا بره يتعالج عشان ما يروحش منه أو لو كنت بتسوق كويس ما كنتش عملت الحادثة دي والولد مات انت بتستهدارك كنت السبب في موت ابني وساعتها بتقولش موت ابننا موت ابني وساعت الزوج يقول لها ممكن يقول لي زوجته انت لو كنت أم زي باقي الأمهات كنت سيرت جنب الولد وعرفت في إيه وكنا قدرنا نلحقه لكن انت ما تستهلش تكوني أم كلام مدمر كلام مفسد العلاقة كلام يكسر وكمان يدبح وأوقات يسيطر الخوف على الزوجين شوفوا احنا قاعدين نتدرج في المساوي يسيطر الخوف على الزوجين فيخافوا على باقي الأولاد فيبتدوا يقفلوا عليهم ويديقوا عليهم ما تخرجوش بحجة ان هم يحموهم عشان ما يحصلش ليهم زي اللي حصل لخوهم وأختهم فيكبروا الأولاد وهم حسين ان هم عايشين حياة مش حياته عايشين حياة ان هم مسكنين وحسين بلعنة الخوف من الموت وكأن موت أخوهم ده أصبح وصمة في البيت تخليهم كلهم عايشين في الموت وهم أحياء وأسوأ شيء بقى ان صدمة موت الابن دي تخلي عكس اللي قلناه ده يحصل فيشوف أحد الزوكين ان هم الاتنين ان الابتلاء ده كان صعب عليهم لشدة حبهم لأولادهم فيقرروا ان هم ما يحبوش بقى أولادهم بنفس الطريقة عشان ايه ما نتجرحش الجرح ده تاني فنعمل ايه بقى فيبتدوا يعملوهم بجفاء شفت ده انا مش شفت ده انا شفت ده وعملت ده وقدمت استشارات في ده وتيجي الزوجة تقوله انا مش عارفة هو زوجة بإيه اللي حصله ويجي يقوله انا مش عارفة إيه اللي حصلها ده مش حاسة بأولادها ده بتبعدها عنهم بتبعدهم عنها فهو مش قادر يفهم ويبتدي هو يحس بان هو وكأن زوجته تبادلت او كأن زوجها تبادل وهم بيظنوا كده ان الألم المحتملة مش هتيجي جنبهم هم كده حصلوا نفسهم من الألم المحتمل لو حد من أولادهم حصل له حاجة تاني بعض الناس بيظنوا ان فقد الأولاد وده يظن كتير عند الناس ان فقد الأولاد دعقاب من ربنا ليهم على ذنب عملوه ويبتدوا يزعلوا من ربنا وفي عز جزعهم وحزنهم ويقولوا أشياء من قبيل ليه ربنا تنتقم مني في ابني كنت عقبنا أنا ويسيب لي ابني او سيب لي بنتي او كنت خدني بداله هنا بقى الناس مش قادرة تفهم الكلام اللي حضرت النبي قاله حضرت النبي قال معنى مختلف تماما عنده شايفين حديث حنان الحديث الأول وازاي ربنا بيقول لملائكته ابنه لعبدي بيتا وسموه بيت الحم عشان هو حمد واسترجع فإيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان من صبيان الأنصار فصلى عليه صغير طفل صغير فقالت السيدة عائشة هي بتقول فقلت يعني بقلت في حضرة النبي طوبة لهذا عصفوره من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدركه يعني ما أدركوش إيه الحساب ولم السوء اللي عليه قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب أبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب أبائهم عايز يقول إن ربنا مدبر ولد دوت إن يدخل الجنة من قبل ما يكون هناك أبو أمه ده لما كان في أصلاب أباؤه أجداده هو الله سبحانه وتعالى كتبه من أهل الجنة عصفوره من عصافير الجنة أكيد يا عائشة عصفوره من عصافير الجنة رضي الله وعلا كتير من الناس بقى بيقولوا لنا أنت بتكلم كده لأنك لم تصب بمصيبتي بالمناسبة عشان بس نقرر شيء لأننا طول الوقت وأنا في الإرشاد الزواجي الناس بتيجي تقول لي من تأكيد في بعض الحين بيجي يقول لي من تأكيد زوجتك مش زي زوجتي وهي تقول لي من تأكيد هو ما فيش حد بيكلمك زي ما هو بيكلمني الزوجة بتقول لي كده أنت عمرك أكيد ما تعرضتش لهذه المهنة اللي أنا حساها على فكرة مسألة أن يجي حد ينصحك وهم معاك مش حطت يده في الزيت المغلي على فكرة هو الصح أنه هو ما يكونش يده معاك في الزيت المغلي عشان هو شايف الأثار السلبية هي إيه فيقدر يبصلك على مخرج ويحطلك مخرج صحيح لو هو مر بدا بيبقى أكثر أكثر خبرة بس هو في الحقيقة هو ممكن يقدم لك نصيحة أنت لا تتصورها حتى ولو لم يصب بمصيبتك قالت امرأة للرسول الله صلى الله عليه وسلم كده لما تيجي لما جي حدث النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها عن الفقد فقال لها صبر يا أمرأة فقالت إنك لم تصب بمصيبتي وبعدين الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى فسأنا أقول لك استمر في حياتك بشكل طبيعي وإن حياتك ما فيهاش حاجة نقصت منها على فكرة حياتك دي ما فيهاش أي شيء نقص واللي نقص منها بس إنك مش مع حبيبك بجسدك لكن هو موجود على فكرة وحبيبك ده ما رحش إلى العدم هو موجود في حياة تانية موجود في الغرفة اللي جنبنا لو فتحت الباب أنت في يوم من الأيام ما تفتح الباب بتروح له وعلى فكرة أنت ممكن ما تكونش محتاجة تفتح الباب لأن أنتو الاتنين ممكن أنت ليه ناسي أن أنت عندك روح وهذه الروح تكتمع مع الأرواح الأخرى فالأرواح وجنود مجندة ما تعرف منها تلف فبينك ومن حبيبك ألفة فهو ما رحش إلى العدم وتستطيع أن أنت توصل له وتتواصل معاه فيقول لك عشان أنت مش إيدك في النار زي أنا أقول له أنا أنت مش قادر تتصور حياتي من غيره إزاي لا أنا قادر أتصور من حياتك من غيره إزاي وقدر تتصور كمان حياتك وسعها قد إيه من غيره لأن حياتك مش هو بس على فكرة لازم أأكد لك أن حبيبك ما رحش العدم حبيبك فيه باب مفتوح بينك وبينه وممكن تبعط له الهدايا على فكرة وهو هيفرح أو يسعد ويتهنى والهدايا دي تكون أنت وهو شركاء في نعمها وجمالها وثوابها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا مات ابن آدم انقطع عملوه إلا من ثلاث صدق ابن جاريها أو ولد صالح يدعو لها أو علم ينتفع به احنا ما زلنا مع أحبابنا حتى لو أن هما انتقلوا إلى العالم الآخر وزيكم ما انتقلوا إلى الرفيق الأعلى الفقد على فكرة لازم نعيد الاعتبار والاحترام للفقد الفقد ده معلم مؤدب مهزب بيعرفنا حقائق الحياة وهو جزء من دورة الحياة اللي احنا بنعيشها مش احنا بنطلبها على فكرة احنا ما بنطلبش الفقد لكنه حقيقة من حقائق الحياة الحياة بتقول إن الفقد هو انتقال الأحبة إلى مكان إلى مكان تاني إلى بيت تاني ولذلك إيه اللي حاصل الجزء من الدعاء اللي احنا اللهم أبدينهم دارا خيرا من دارهم هما راحين يسكنهم مش هيترموا يعني هم بيندخلوا إلى بيوت تانية وفي مكان بيننا وبينه ويمكن هم ممكن احنا لو بنفهم صح هما انتقلوا إلى هذا العالم عشان يتحولوا في حياتنا إلى رموز هما تحرروا من الجسد فأصبحوا معنا وعشان كده لازم نخليهم رمز للمحبة ورمز للبنوة ورمز للصفاء ورمز للقرب ورمز للتفاهم ورمز للكلام الحلو كل ينفعوا يبقوا رموز لكل ده لما انتقلوا إلى العالم ده هم ما انتهوش من حياتنا لكن بدأوا حياة جديدة في حياتنا عشان كده كان في تاريخ المسلمين فكرة عبقرية عملها المسلمون ايه الفكرة عبقرية دي عشان بس تعرفهم قد ايه كانوا فاهمين عمق هذا الدين وانا معاكم عايزين نبتدي رحلة في التوغل في هذا الدين برفق ايه اللي كانوا بعملوه علماء المسلمين بعمة ان هم كانوا بيخلوا المقابر في وسط البيوت وسحات كانوا بيدفنوا في البيوت طبعا ده بقى مخالف القانون الدفل في البيوت عشان كل الاجراءات اللي بتتعلق بالامن لكن كانوا بيخلوا المقابر في وسط البيوت ليه؟ لانهم كانوا فاهمين فاهمين فاهم وصل إلى حد الاعتقاد فاهم عقدتهم انه احنا كمان اللي بنفقده بينتقل إلى حياة جديدة فاهم عايشين معانا فاهم موجودين في الحياة حوالينا ولازم تعرف ان انخراطك في الجزعة والحزن على حبيبك هيخليك تظلم أحبابك للتانيين اللي عايشين معاك اللي ربنا رزقك بيهم وهيخليك تتحبس في ماضي مش هيرجع ومش تقدر تسترده مرة تانية فلازم تستثمر حياتك في الاحسان لأحبابك الموجودين ولاحظ كده شوف كده في الدعاء احنا بنقول ايه في الاسترجاع ان لله وان إليه راجعون مش ان لله وان أحبابنا لله راجعون احنا احنا اللي راجعون إلى الله ففكرة انتقال حبيبي هي بتخدني كمان في ايدي إلى الله بس هو بتخدني إلى الله سبحانه وتعالى عشان احنا الاتنين انا وحبيبي نلتقي في عالم الحقائق مع الله فإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإحنا حبيبي قريب من الله وأنا قريب من الله فأنا قريب من حبيبي لأن احنا اتنين في حضرة الله وهم يشعروا انهم معنا لكن المهم كمان ان احبابك اللي عايشين معاك ما يشعرواش انهم ولا شيء بالنسبة لك وان اخوهم واختهم دول كانوا كل حياتك فلما هم كل حياتك خلاص هم ما يساووش حاجة اللي عايشين معاك دول وده يحمل وده يخليك ايه يخليك تأثر في حقهم ويخليك كمان هم يبحثوا بقى عن أب أو أم غيرك ويقعوا في ايدي اللي بيستغلهم بقى ويأذيهم طب نعمل ايه عشان ما يحصل لناش كل هذا الامر وازاي نساعد بعض ازاي الزوجين يساعدوا بعض على ان هم يخرجوا من ده اول حاجة لازم عشان نتعافى من ده ايه وقتغيروا بالنمج البلنامج اليوم بتاعكم يعني ايه اياك تنطوّ تنعزل ده معنى ايه وقتغير بلنامج اليوم يعني ما ينفعش ان انت تقول ان ما تنزلش الشغل ما ينفعش ان انت تقول ان مش هقابل حد ما ينفعش تقول ان انت خلاص انا مش هتكلم انا هبطل اتكلم لان خلاص الكلام ما بقاش لي معنا انا هبطل اضحك لان الدحك اضحك على ايه واحنا في الحياة دي يبقى دي اول حاجة اوعى تفسد عمل انت كنت بتعمله لان يفسدك للعمل ده ان انت بتعمله سواء في الشغل او في البيت او في الالاقات ده يخديك حد يحيا في الموت تاني حاجة حول حبيبك اللي اللي انت فقدته ده اللي هو انتقل اللي هو راح الرحلة اللي هو تجاوز الباب اللي هو الباب الموت ده وطلع الحياة الجديدة حولوا ارى رمز رمز الى عمل جديد في حياتك فلو فقدت ابنك مثلا حول معنى البنوة الى معنى تمارسه مع كل حواليك فتعطف على كل الاطفال اللي بتشوفه وبعد كل عمل خير بتعمله قول اللهم هاب مثل ثوابي عملي هذا لابني او معاك اوه معاك في الثواب وتشتركوا انت الاثنين في الثواب تالت حاجة ادعي كل يوم لابنك ولنفسك ان الله سبحانه وتعالى يربط على قلبك ويرزغ ثواب الصبر على ما فقدت ومن اهم الحياة اللي انت لازم تعملها ان انت تعرف ان فقدك لحبيبك ما كانش فقد ده فقدك لحبيبك ده كان ايقاظ ان الحياة اوسع بكتير من اللي انت عايشه لسه في الحياة في وسع وانت لو فقدت حبيبك ما مش معناه كده ان الحياة خصمت لا ده الحياة وسعت مش لان حبيبك كان يضلم عليك لا لان حبيبك راح للي يكفله واللي هو في ضيفته وانت بقى عندك مش وقت بس بقى عندك قدرة وعندك كمان حافز ان انت تعمل ليك والحبيبك اللي هو محتاج منك الهدايا محتاج منك الدعاء محتاج منك الصدقات محتاج منك كمان ان انت تحوله الى معنى وتشاركه في ثواب كل اللي انت بتعمله ساعتها هتعرف ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يريد الى ان يوجعك او يؤذيك عندما انتقل حبيبك الى الى الرفيق الاعلى ولكن اراد سبحانه وتعالى ان انت حياتك تتسع يا سادة نحن عندما نفقد نحن لا نفقد ولكن يوسع علينا اقبلوا وسع الله سبحانه وتعالى وعيشوا عيشوا لانكم عندما تعودون الى الله تعودوا الى الواسعة فاقبلوا على الله واطلوبوا من الله سبحانه وتعالى أنه يوسع عليكم يا رب جعلنا دايما من أهل فهم هذا النعيم أنك تربينا وتأخذ بأيدينا في كل وقت وحين ساعدوا أحبابكم اللي حسين بهذا الحزن اوعى أيها الزوجة تترك زوجتك في ده صر على أنها تسمع الكلام ده صر على أنها تبتدي تحس بأن حياتها يمكن إضافة أشياء كتيرة لها ومن أهم اللي هي ممكن تضيفه الخير وحب الأطفال وتعيش بده ويتتسع الحياة يا رب جعلنا من أهل الحكمة والرشد في أوقات الشدة وجعلنا يا رب نعتف على بعض وقلوبنا تكون على قلوب بعض عشان نقدر نتجاوز حياتنا من ضيقنا إلى ساعة العيش معك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا سادة فاصل ونرجع تاني نستقبل أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل عن السياسة والحرب والمستقبل عربيا ومصريا ولازم نتفاعل مع بعض كيف تتم المواجهة مصر استعادت قويتها الإقليمية في المحيط العربي والمحيط العالمي ما فيش قاطرة للتقدم في أي بلد في العالم غير الثقافة النهاردة إحنا رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسره اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومنخصص لها وقت عشان نجيب عليها ويبقى جسر النور ممدودا بيننا وتبقى مجالس العلم نبتغي فيها رضا الله ونبتغي بها مدده سبحانه وتعالى وتوفيقه معنا الأستاذ فتح من الشرقية أيها إزايك أستاذ فتح الله يكرمك اتفضل فضل ونعمة الحمد للنا أنا بدي أسأل سؤال كده اتفضل اه يعني بحب أن أنا صار في الجامعة وجماعة وبتاع وحاجة زي كده نعم بس واني بصرني بينزل نقطة كده من أمتى حاج فتح من أمتى بقى لك بقى لك ثلاث سنين مثلا ايه بقى لسانة ولا اتنين سانة ولا اتنين ماشي وروحت للدكاترة وكشفت وخدت علاج حضرتك حضرتك عندك حضرتك سنك فوق الخمسة سبعين أي أيوة عن سبعة وسبعين طيب بص يا حاج فتح نعم آآ وانت بتحب تروح تصلي في المسجد وكل شيء صلي جماعة وعادي خارج كويس انت بتحب حاضر حاج فتحي انت بتشوف حاجة فعلا ولا بتحس بس لا بقى احتاج كويس حلو قوة قوة أجاوب على حضرتك انت عايز تقول لي بقى اعمل ايه بقى وانا خايف ان انا لو روحت المسجد كده ادخلت المسجد ببول وكيلا مش كل ده النقطة دي بتنزل الصبح الظهر الحاضر ايوة حاضر حاجة فتحي بوسي حاجة فتحي احنا كل ما بيتقدم بينا السن شوية ودي دراسات بشتغلها انا فيما يتعلق بحاجة اسمها علم نفس الفتوى ان في بعض الاحيان احنا بتقدم بينا السن بيبعندنا قبلية للوسواس اكتر شوية ليه لأمور كتير منها ان انا بقيت اللي فضل من الامر مش قد اللي راح فبحس ان انا عايز اعمل كل حاجة بدق فببقى خايف وانا حاسس ان انا كنت مقصر فاكيد في حاجة اتبوز اللي انا بعمله حاجة كده يعني مش هقول معقدة لكن حاجة مركبة كده لكنه خلاصة اللي عندك ده ما يبطلش صلاتك واللي عندك ده ملوش علاقة خالص باي حاجة الاحساس اللي عندك ده احساس بيحصل للناس من ثلاث مفاين فيعني مثلا الناس عندهم احساس ان اي مريض سكر في درجة معينة لازم يحصل له ايه ثلاث بول لا ده مش حقيقة ده مش حقيقة علمية يعني مش لازم يحصل ده للناس للمرض السكر لكن الافتراضات بتبقى عند الناس عشان الناس تحس بقد ايه المرض ده صعب عليها هي ساعات بتحس المرض ده صعب عليها وعايزين يحسسوا الناس ده فانا عايز اقولك ان الاحساس اللي عندك ده احساس مش مش هقولك مش هيه احساس مش هينبنى عليه حكم فاق لان ده مجرد احساس يعني ده مجرد احساس مفيش حاجة بتنزل لحاجة فتح خالص وعشان كده اللي حاصل استمر في صلاتك ومفيش اي حاجة وان شاء الله ربنا يجعل صلاتك ان شاء الله مقبولة ويجعل صلاتك ان شاء الله ودايما تكون من عمار المساجد ودايما ان شاء الله يكون لك بركة وفضل ونعمة يا حاجة فتح استاذ نبيل من كفر الشيخ ايوان فتح اتفضل يا استاذ نبيل اهلو ازاي حضرتك فضل ونعمة الحمد لله ربنا يسألك لنا حضرتك يا رب الله يعزك الله يسألك يا رب السؤالي لحضرتك باللعلي اتفضل يا حبيبي اه اللي هي والدتي ايه اه والدتها كانت كبيرة في السن وكانت بتروح تشوفها واخوتك كانوا يعني والدتها مسنة طيب المهمة حضرتك لها اخوتها بيعبوا والدتها فولدتها ماتت فشيلة يعني فلما ماتت والدتي شيلة ان هي يعني تكون مؤثرة معاها وانو مهمة ما سمختهاش او حاجة فهل الام ستحاسب وقد بتفرق بينهم وبين بعض وشيلة حين الحد انت قصدك الام اللي هي الجدة يعني اللي هي الجدة اللي هي جدتك اللي هي الجدة اه هي توفع الله طيب فانت الوقت بتسأل على مامتك بتسأل على مامتك ولا جدها سنفكر ان هي اه زهرت والدتها طبعا فانا قلت لها يا ماما انت حصدك اه 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 تكون مشيتي استاذ نبيل ده ان عايزك ضروري انا معاك معاك يا حضرتك استاذ نبيل اه هقول لك حاجة كده اقول لك حاجة كده بسيطة وبعدين اقول لك الحكم الشرع لا طيب يا والدتك دلوقتي ما والدتك عندها دلوقتي اذا كانت وصلت بعد الستين او خمسة ستين او حاجة زي كده احنا دلوقتي عندنا شويتين تلاتة حاجة اسمها جلد الزات جلد الزات اللي عند والدتك ده جاي من ان الاسرة كلها سواء كان جدتك او والدتك شوية حساسين حساسين جدا مفروطين في الحساسية وما اظنش بس خلينا نتكلم في والدتك وجدتك مش هتكلم في حضرتك فهي دلوقتي هم حساسين جدا فهي كل اللي هايزة تعمله احنا مانناش دعوة بالحساسية معناش دعوة بصفات الناس لكن لنا دعوة باللي احنا هنعمله شرعا اللي هي تعمله زي ما قلنا كده النهاردة في ايه في الحلقة بتاعتنا ان هي كل ما تعمل عمل صالح تقول اللهم هب مثل سواب عمل الصالح دي لوالدتي وما لهاش دعوة بقى هي زعلتها ولا ما زعلتهاش لكن انت بقى لما تيجي تفكر عشان تعمل معادلة انسانية تقول لها ما انت لو زعلتها هي كان بتفرق بينك وبين اخواتك بلاش كده خلاص جدتك دلوقتي عند الله وارضاه مسؤون ومحفوظ ما حدش تكلم بقى اللي هي عملته ده عند الله بنتوقف بنمسك لسنتنا اول ما حد بيموت وخاصة لو كانت من الاقربين اول ما حد بيتوفى بنمسك لسنة خالص ما نتكلمش في اعراض الموتة خالص فاحنا هنمسك لسنة ووالدتك مش محتاجة ان هي تجلز ذاتها هي محتاجة ان هي تبعت هدايا لوالدتها تبعت لها هدايا ازاي صدقات وتدعو لها وتطبق حديث رسول الله خلاص يا سيد نبيل وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم جميعا الخير والبركة ويصرف عنهم هذا الوسواس ان شاء الله دكتور محمد من كفر الشيخ تفضل سلام عليكم وعليكم السلام ونحن تلقى وكاته دكتور محمد بداية انجازكم الله كل خير وكل الشكر والتجديد لحضراتكم على رأس انا انا عايز يعني اسأل حضرتك وتوجه لولدتي رسالة لاني والدتي زعلانة مني بعد الشر بعد الشر انا ليه شقة وليه اخوة تانية ليه شقة وفي اللي تجوز برا الى غير ذلك يعني انا شقيت لتزوجتي فيها ومتجوز انسانة كفيفة والحمد لله انجبت طفلين والست يعني ما شاء الله لا اشعر ان هي كفيفة او في اي حاجة والحمد لله ربنا قرمني وسفرت برا قعدت عشر سنين كاستاذ مساعد في احدى الجامعات السعودية ولما جيت واستقريت يعني اشتريت شقة في مكان تاني بحيث بقريب من الخدمات ولادي لسه في مدارس وانا اتجوزت اخر واحد في اخواتي يعني الصبيان ليه لان طبعا يعني ايه الحمد لله يعني السؤال بقى سؤال دلوقتي والدتي عايزة شقة اللي انا تزوجت فيها اللي هي والدك كان كاتبها لك ولا هي لا مش كاتب لا هو مش كاتب هو كاتب البيت باسم والدتي اه يعني البيت دا يعني البيت دا دلوقتي كله باسم والدتك باسم والدتي احنا انتو خمس اخوات انا ولا اربعة لا لا احنا اربع سبيان وست بنات يعني انتو عشرة عشرة السبيان خدوا شقة السبيان خدوا شقة الا soldiers والبنات يتجاوزوا في بيوت في بيوت ازواف في بيوت ازواف الحمد لله يعني خطب والدت حضرتك دلوقتي والدت حضرتك دلوقتي بتقول لك رجعلي الشقة بتعتي سبلي الشقة انا عايزة الشقة يعني او كلام من ده بس عشان لسه السؤال ما هو لسه فين الزعلية بقى فين الزعلية ان انا قلتنا الشقة دي أنا تزوجتي فيها وانا دلوقتي استقررت هنا. وانا غير معين يعني او كده. ودي طبعا يعني ايه? والدي عمل هالي وانا مضمنش ظروفي بعد كده. فبعدين. لدي ولدين وكده. فالسؤال بقى. فهي عايزة الشقة. وانا متمسك بالشقة. لانها من والدي الله يرحمه او كده. اجاوب حضرتك يا دكتور محمد. اتفضل. بص يا دكتور محمد. انا شايف حاجة وحدة تتعمل. اطلب من والدتك اللي انت عايزه بحب. ما تطلبش من والدتك اللي انت عايزه بفرض. هي دلوقتي والدة حضرتك ايه المشكلة اللي عند والدة حضرتك? المشكلة اللي عند والدة حضرتك دلوقتي ان هي حست شوية ان انت خرجتها من حساباتك. وحست شوية ان انت مهتم ببيتك وعيالك اكتر ما انت ملتفت اليها. فقالتلك بدل هو كده طب رجعلي بقى شقتي. عايزي نقول الحكم الفقه ان الشقة شقتها. البيت بدل والدك كاتبوا ليها فالشقة شقتها. وكون حضرتك بتقول ان هي من ريحة والدك ده كلام لطيف. بس نحط النقطة على الحروف الاول ان هي والدك نقل ملكية هذا البيت لها. وانت كنت منتفع بهذه الشق. فهي صاحبة فضل. فلازم تشكر على ان هي اسابتك قاعد في الشقة دي. فاول حاجة تمتني ليها. الحاجة التانية اياك تقارن ما بين معاملتها ليك ومعاملتك ببقى معاملتها باقي اخواتك. العلاقة بينك وبين والدتك علاقة بينك وبين والدتك. مش بينك وبين اخواتك ووالدتك. هي بينك وبين والدتك وبس. ده لازم تفهمه. طيب لما تحس بده بقى هتحس ان هي صاحبة فضل. فتعمل ايه? تمتني ليها وتشكرها وتتعامل معها. انت حضرتك مش مطالب ان انت تيجي تقول له والله دي فلوسك وانا من ليه حق في فلوسك. لا انت مالكش حق في فلوسها. يبقى ايه اللي حاصل? طيب خاطرها ده رأيي. طيب خاطرها واطلب منها ببقى واطلب منها بود. واطلب منها بحنية. هي مش هتقدر تسيبك ازا كنت انت محتاج. لكن هي ازا طلبت ده املأ قلبك كده ان ده حقها وتعامل معها بالرضا. وازا كنت محتاج ده اطلب منها برفق. واطلب منها وانت بتخاطب فيها الامومة مش بتخاطب بيها العدالة والسواسية. لا ده مش هو ده الصح ومش هو ده اللي ربنا سبحانه تعالى يقبله. يا سادة. احنا النهاردة تكلمنا عن حاجة ازن كانت تقيلة على بعض الناس. لكن ان شاء الله باللي احنا قلناه النهاردة. وازاي هنتعامل مع هذه المسألة? وازاي الزوجة هيساعد زوجته ازا كانت هي الحزينة? وازاي الزوجة هتساعد زوجة ازا كان هو الحزين? ازن كده ممكن نعمل حاجة جديدة. ونعمل مفهوم جديد للفقد. بان الفقد وسع. مش ديء. وان الفقد. فتح الابواب من المعاملة مع ارواح احبابنا لما يتحولوا رموز في حياتنا ويفتحونا ابواب للتعامل مع الله سبحانه وتعالى ويفتحونا ابواب للثواب لما نعمل العمل ونطلب من الله سبحانه وتعالى ان هما يشركون في هذا الثواب. فيا رب جعلنا دايما من اهل الصبر. جعلنا دايما من اهل النعمة. جعلنا دايما نشكر نعمتك يا رب. جعلنا دايما نعرف انك الطف بنا منا واننا في رحمتك وفي فضلك وفي كرمك. اللهم ازقنا حلاوة. الله لطيف بعباده وحلاوة. ليس الله بكاف عبده. هيا كافينا نسألك دائما الى فضلك والى شكرك ان تهدينا. يا رب العالمين. اشتركوا في القناة